صباح الخير وصباح النور مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب فهذا الفيديو هو تعزي لماما حبيبتي ولا ما بعرف كيف بسميها المهم حدا كتير غالب حياتي هي ست مصرية رحاب العربي اكيد عرفتوها من الفيديوهات اللي كانت بتعملون ومن تعليقاتها بقناتي المهم من علاقتنا يلي جمعتنا يلي جامعنا اليوتيوب جامعنا علاقة ام وابنة كانت بمثابة ام بالنسبة الي ولساتة ام بالنسبة الي يعني بحبك كتير وبتحبني كتير هي رحاب العربي اكيد نسبة كتير كبيرة من متابعين قناة ابن العرب بعرفوها هي نزلت بوست على قناتها على اليوتيوب انه توفى الاب بتاعها بقولها انا لله وانا اليه يراجعون هم السابقون ونحن اللاحقون فنحن لسنا الا جنائز مؤجرة لهيك انا يعني بهذا الخبر تأثرت كتير وما شفتوا مبارح لانه لحد نزلتوا هي مبارح بس انا ما شفتوا لانه والله يا ماما رحابتوا للوقت بالمطبخ عم بطبخ عم بطبخ لدرجة مبارح ما عملت ولا حلقة يعني من بعد الاذان ما تفرجت ولا اكلت حتى الصحور وراح علي بس للأسف مش لما نزلت هيدي الصباح لقيت هيدي الخبر بعيني يعني وصل لاشعار من قناة رحاب العربي بخش بلائي وفاة ابوها ربنا يرحمه ان شاء الله يا رب ان شاء الله رب يسكنه فروضا من رياض الجنة والدليل انه حدا شخص كتير مليح توفى بعز ايام يعني بشهر رمضان وحدا بيقولوا ابواب جهنم مأفولي وابواب الجنة مفتوحي يعني هو مباشرة للجنة يعني شو بنقول ربنا يرحمه ويجعل قبره روضا من رياضة جنة ما في يعني بهيك مواقف الفرح والحزن العبارات بتخوننا ما بلاقي اي شي بقولك يا سوى انه ربنا يصبرك انت واهلك لانه كتير فجأة كتير كبيري انا انت صدمت يعني ويا ترى بقرى ابنوا الحقيقيين واهلوا الحقيقيين اكيد يا ترى كيف حالتهم خاصة في هيدا الوضع الوباء ما حدا فيهم بيروح بحدا انا ما بعرف اذا هي حتروح لعندهم ولا ما حتروح ولا كيف شلون صار ولا كيف صار بس انا الشي يلي بدي اقولك يا هيدا الفيديو ربنا يكون معيك وربنا يصبرك انت واهلك وامك وكل اخواتك واخوانك ان شاء الله يا رب هو اكيد مكانه بالجنة ان شاء الله يا رب متل ما عم بيقولوا انه ابواب جهنم مغلقة بشهر رمضان وربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنة هيدا الشي يلي اه بقدر احكيه بهيدا الفيديو اما اكيد كلماتي ما حي ما حيزيدوا شي بس لك ربنا يصبرك ان شاء الله يا رب ربنا يرحموا وهد شي اللي بدي اقول شكرا لكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته وايضا طلب لكل متابعين قناة ابو العربي يلي بيشاهدوا هيدا الفيديو بتمنى منكم كلكون تدعو لأب ماما رحاب وصاحبة قناة رحاب العربي كلمة حق بالرحمة والمغفرة اشتركوا في القناة